اشهدت معا لسيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب بتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في دعم كافة الجهود الوطنية لمواجهة عكاسة جائحة كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلابة المواطنين والمقيمين واطلاق الحزمة المالية والاقتصادية للقطاعات الأكثر تضررا لحماية مصالح المواطنين وتقديم أوجه الدعم والمساندة للاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته والمساهمة في استقرار الأسر البحرينية وأكدت معاليها الدعم النيابي التام لاتخاذ كافة الإجراءات الجستورية والتشريعية لدعم توجهات الدولة لتوفير سيولة لازمة للتعامل مع أثار الأوضاع الرهنة ولتصدي للفيروس حفاظا على النمو المستدام وأن المجلس النيابي سيولي اهتماما خاصا وأولوية قصوى لما سيحال إلى السلطة التشريعية انطلاقا من المسئولية التاريخية والأمانة الوطنية التي تستوجب كل الدعم والمساندة لمواجهة جائحة كورونا معربة معاليها عن بالغ الشكر والتقدير للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله وبالدعم المتميز والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبما يحققه فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد من إنجازات ونجاحات عبر خطط مدروسة وبرامج متنوعة ومبادرات رائدة ومشاريع نوعية وبتضافر وتكامل وتعاون كافة مؤسسات الدولة مشيرة معاليها إلى أن الحزمة المالية ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستدامته وتخفيف الآثار السلبية للحالة الاستثنائية التي تمر بها القطاعات الاقتصادية والعمل معا لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية لما فيه خير وصالح المواطنين ودعم القطاعات الأكثر تضررا ومثمنة معاليها جهود معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وحرصه البارز على دعم القطاع التجاري والاقتصادي وتحقيق الأهداف الرفيعة والمبادرات النوعية من أجل مواصلة دعم القطاعات المتأثرة وضخ السيولة في الأسواق المحلية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ترجمة نانسي قنقر